هكذا بدى موقف مركز التعاون الإسلامي في بئر العبد غدا تفجير هز الضحية الجنوبية مسح الأضرار بدأ باكرا فوصل رئيس بلدية حارت حريك وتبعته لجنة من الجيش اللبناني بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة لإعادة تأهيل مئات من الشقق السكنية والمحال المتضررة سيكون العمل كل النهار ومن بكرة يتسجل كل الأضرار لبداية التعويض إن شاء الله على الجميع بس أكد لك أنه في أضرار كبيرة وهي بمئات الشقق السكنية والمحلات التجارية وفد من التيار الوطني الحر قضاء بعبد جال أيضا في موقع التفجير بمرافقة وفد من حزب الله بهذا الخط اللي هو الخط اللي نحنا ماشيين فيه نحنا وحلوفينا هو خط المقاومة وخط الإستراجية المقاومة المقاومة تابعة لديك وهذه الضحية هي خزان هذا المقاومة وعم تدفع تمن ورح تدفع تمن عرف كيف نحنا بنستنكر ياللي صار بس اللي شفناه اليوم الشي بيكبر القلب شفناه إنه إرادة الحياة بهذه المنطقة بتقدر تتخطى كل المصاعب وكل العمليات اللي ممكن تتجرب إنه بنيتها ترهبنا مصير البلد مش هيك منقرره منقرره بالتفاهم وبالحوار وفي مقابل مشهد الدمار هذا مشهد عودة الحياة عائلة ناصر تمكنت من العودة إلى منزلها في الطبقة الخامسة من المبنى المقابل لموقع التفجير رمم المبنى بعد حرب تموزة عام 2006 وهاهو ينتظر إعادة الترميم من جديد فجأة منسمع الصوت كتير قوي طلعنا لبرد دخني سودا ما عدنا شعنا شيء وفجأة لعينا البيت مثل ما أنت شايفي هلأ يجوا وشايفوا هون الأضراء لا هلأ ناطرين أصلا ما دقنا شيء بعد وكله على مثل ما كان المحل التجارية فتحت أبوابها ومحاولة من أصحابها لاستكمال حياتهم الطبيعية واليوم فتحته عادة؟ عادة جدا يعني نحن ما بأثر فينا هيك شيء نحن شعب المقاوم مثل العادة عم ننظف ونضبط المحل وحتى اللي نرجع نشتغل طبيعي مثل كل يوم يعني يعني بكرة بتكونوا فتحته عادة؟ بإذن الله نفتح لو اليوم بصرنا بنفتح ما عنا مشكلة أبدا 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 إن شاء الله بكرة أو يومين مش أكتر يعني بس لحتى يضبطوا الواجهات إذن يبدو أن سيارة بئر العبد المفخخة لم تؤثر في سير التحضيرات للشهر الفضيل ولو أن التفجير اخترق هدوءا كانت تتمتع به الضحية الجنوبية في الضحية الجنوبية لا صوت يعلو فوق صوت مدفع الإفطار ولو كان صوت الانفجار وإذا كان أول رمضان رحمة للناس فإن كل ما يأمله السكان هنا أن يكون آخره عدقا لهم وللبنانيين من نار الفتنة من موقع الانفجار في بئر العبد رونا حلبي قناة الجديد